السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الدرس السادس من كورس باور بي اي هنتكلم فيه عن باور بي اي برودكت مايكروسوفت بتقدم اكتر من برودكت تحت الامبريلا بتاعت باور بي اي احنا اتفقنا ان الهدف الاساسي من باور بي اي اني اكريت ريبورت عشان اكريت ريبورت محتاج طول تمكنني من اني اعمل حاجة زي كده الـ development environment او الطول اللي بستخدمها علشان اديزاين بيها او اكريت بيها ريبورت هي باور بي اي ديسكتوب باور بي اي ديسكتوب هو اول برودكت معانا وهو اللي بيمكنني اني اكريت ريبورت بعد ما خلصت انا دلوقتي عملت كريت باور بي اي ديسكتوب لريبورت الاوبوت بتاعه بيكون امتداده بي بي اي اي اكس باور بي اي اكستنشن بي بي اي اي اكس فاي حد عنده باور بي اي ديسكتوب اقدر ابعت له الاوبوت اللي انا عملته ويقدر يفتحه ويتعامل معاه بسهولة جدا تعال انا افترض ان انا شغال في تيم التيم دول عشر اشخاص العشر اشخاص عايزين يتعاملوا مع الريبورت اللي انا عملته بالتالي محتاجين كل واحد منهم ينستول باور بي اي ديسكتوب وانا ابعت لهم الفايل اللي انا عملته او الريبورت اللي انا عملته وهم هاي يعملولو داونلود وينستولوا باور بي اي ديسكتوب ويفتحوا الريبورت اللي انا عملته تعالوا نقول ان انا قررت اعدل حاجة بالتالي محتاج افتح الفايل عندي واعدل عليه وابعته للعشر اشخاص والعشر اشخاص يمسحوا الفرجن القديم ويتعاملوا مع الفايل الجديد اللي انا عملته ولو واحد من العشرة حاب يعدل فيه حاجة او يزود فيه او يغير في الديزاين او ايا كان ايه هو يبقى محتاج يعمل ايه محتاج يفتح الفايل عنده ويعدل عليه ويبعته للعشر التانيين وهكذا في حل تاني ان احنا ممكن نحطه في شيرد لوكيشن زي مثلا وان درايف او جوجل درايف وكلنا بنشوف نفس الفايل وبنتعامل معه بس برضو الحل ده مش حل انتر برايس او مش حل مناسب للاعداد الكبيرة وللمشاريع الكبيرة وان كلنا نستفاد بيها ويكون مناسب للبيزنس يوزرز البيزنس يوزرز مش محتاجين هو ينستول ويطلب منه ويمسح الفايل القديم والفايل الجديد لأ هو عايز مكان يفتح منه الفايل ويشوف كل الابديت والتعديلات اللي متاحة والابديت والتغييرات من غير ما يشغل دماغه بكل التفاصيل دي باختصار محتاج يفتحه من براوزر يكتب URL معين ممكن يطلب منه او يوزر نيم و باسورد وبعدين يشوف الريبورت عشان اعمل كده محتاج اهوست الريبورت بتاعي في مكان محتاج يكون فيه سيرفر او سيرفيس المكان دوت بحط فيه الريبورت بتاعي وبكون انا المسؤول عن المانش بتاعه وعن تعديله الابديت التغييرات الاشوز اللي موجودة كل الحاجات دي وكل الناس بلينك معين او ب URL معين بيفتحه يشوف الريبورت وانس ان انا عدلت هشيرف على نفس المكان او هبابلش او هديبلوي على نفس المكان وكل اليوزر اللي بيليهم حق ان هما يوصلوا الريبورت ده هيشوفوه عشان اعمل كده عندي two options عندي two products الحل الاولاني اني استخدم حاجة اسمها او product اسمه power bi service power bi service هو cloud option عند ماكسوب ليه power bi بيمكنني ان او بابلش او اشير الريبورت بتاعتي عليه وكل اليوزر يقدروا يحصلوا على الريبورت اللي انا عملت لها شير طبعا مع شوية security وحاجات هنشوفها بعدين الحل التاني وهو power bi report server power bi report server هو حل مناسب جدا لو انا مثلا عندي رولز معينة جوة الorganization بتاعتي او الشركة بتاعتي اني ما اشيرش الريبورت او الداتا بتاعتي على الكلاود في بعض العملاء او بعض المؤسسات بيكون عندها رول زي كده فدوة حل بيمكنك ان انت تجيب server او vm عندك في شركتك في الريبورت بتاعتك الpower bi report server محتاج يكون عندي server او vm انا المسؤول عن الpower بتاعها مسؤول عن اهتم بالupdates بتاع الoperating system او windows مسؤول عن الانترنت connection مسؤول عن ال network connection بصفة عامة مسؤول عن security بتاعه ومسؤول كمان ان يكون عندي SQL server enterprise edition وهتستخدمه برضو ان انت ت publish عليه الريبورت بتاعتك وكل الناس تحصل على ال access المناسب ليها وتشوف الريبورت هل في فرقات ما بينهم؟ في فرقات ما بينهم وهنعرفها مع بعض بعدين ان محتاجين احيكونوا عارفين دلوقتي ان power bi service بيحتوي على two main license واحدة اسمها bro او power bi bro واحدة اسمها power bi premium لو انا عملت شير للريبورت بتاعتي سواء على power bi service او power bi report server هل ممكن اتفرج على الريبورت بتاعي من الموبايل؟ ممكن عادي خالص بما ان احنا قلنا ان احنا هنتفرج عليه او هنتعامل مع الريبورت من البروزر فبالتالي اقدر افتح البروزر على الموبايل واكتب اللينك المناسب ونفتح الريبورت بتاعنا ونتعامل معه هل في حل افضل؟ او بمعنى اصح هل في طريقة ان اخلي الديزاين يتناسب اكتر مع الموبايل layout؟ موجود وده بنستخدم معاه mobile application اسمه power bi mobile app الpower bi mobile application لازم الريبورت اللي هفتحها من خلاله تكون معمولها هوست على الpower bi service او الpower bi report server لو انا عايز الريبورت بتاعتي احطها في ويبسايت بتاعي او في application انا اللي عامله هل ده متاح؟ هل متاح اني احط dashboard او report على ويبسايت في الhome page في page معينة كل التفاصيل دي؟ اقدر باستخدام power bi embedded الpower bi embedded له اكتر من طريقة هلتكلم عليها في وقتها ولكن لازم نكون عارفين نقطة مهمة جدا اني مقدرش استخدم الpower bi embedded الريبورت server ايه اسعار البرودكس دي؟ معانا زي ما قلنا من شوية ان power bi desktop free 100% اي حد يقدر يتعامل معاه ويستخدمه free بكامل الـ features اللي فيه الpower bi service جواه 2 main license واحدة اسمها برو واحدة اسمها premium الpower bi pro بعشرة دولار لكل يوزر كل شهر الpower bi premium فيه 2 sub license واحدة اسمها power bi premium per user واحدة اسمها الpower bi premium per capacity الpower bi premium per user بعشرين دولار لكل يوزر كل شهر الpower bi premium per capacity بتبدأ من 5000 دولار في الشهر بغض النظر عن عدد اليوزر الpower bi report server عشان احصل عليه لازم يكون عندي SQL Server Enterprise Edition مع Software Assurance بالتالي هحصل على الكيب بتاع الpower bi report server او يكون عندي power bi premium dedicated capacity ساعتها هحصل على الكيب برضو بتاع الpower bi report server الpower bi mobile app هل له تكلفة مجاني 100% الpower bi embedded له طريقتين واحدة تكلفتها مجانية 100% واحدة لها تكلفة تختلف على حسب اللي انت استخدمته ولكن بتبدأ من حوالي 730 دولار في الشهر وكل التفاصيل التانية الفرقات ما بينهم وايه مميزات كل واحدة هنعرفها مع بعض خلال الكورس ان شاء الله هل انا محتاج كل البرودكتز دي؟ الاجابة لا على حسب العميل على حسب ال requirement على حسب الكيس اللي انا فيها كل ده بيحدد ايه اللي انا اختاره مثلا لو انا شغال في تيم صغير او شغال مع نفسي او شغال بجرب حاجة فكل انا محتاجه power bi desktop وده هيكفيني جدا وهيكون كافي حتى لو انا تيم صغير وهنشير الريبورتس مع بعض ونتعامل فيها مع بعض ليه؟ لاني ده free 100% ومش هيكلفني اي cost طيب لو انا شركة كل انا محتاجه power bi desktop عشان اديفيلوب وحاجة عشان اهست عليها اما ان يكون power bi service او power bi report server هل انا في ال power bi report server محتاج حاجة غير ال power bi report server محتاج يكون عندي sql server enterprise edition وsoftware assurance لو انا عايز اللايسنز طيب لو انا power bi service مش محتاج غير ان اختار pro او premium مش محتاج بهم الاتنين هل في كيسز بحتاج فيها الاتنين؟ ممكن استخدم power bi premium bear user لشوية users عشان الفيتشورز اللي موجودة فيه او استخدم power bi pro بس ممكن الاتنين ممكن الاتنين هل ممكن استخدم power bi service و power bi report server؟ قلنا انه ممكن لو انا اصلا معايا power bi premium dedicated capacity قلنا بحصل على ال key او اللايسنز بتاعة ال power bi report server دي نوادر جدا ممكن تحصل حاجة زي كده ان احتاج الاتنين مع بعض هل انا دايما محتاج اخلي ال users اللي بيستخدموا reports او اللي بيحتاجوا يتفرجوا عليها او يشوفوها؟ هل انا محتاج ان هم يكون معاهم mobile application دايما؟ الاجابة لا، ليه؟ لاني احزا ما احنا قلنا ممكن يتعامل معاها من البروزر البروزر ده ممكن يكون على الموبايل، على التابلت، على اللابتوب، على الديسكتوب ايا كان اللي هو هيستخدمه لكن بتقدم لي ميزة تانية ان انا ممكن اعمل ليه؟ او مختلف يطلع بشكل مختلف لو انا استخدمت feature زي كده هل انا دايما بحتاج استخدم power bi embedded؟ برضو الاجابة لا، لو انا محتاج احط ال report بتاعي جوه application او جوه website، ساعتها بحتاج استخدم power bi embedded مش محتاج استخدم كل البروزر على حسب الكيس اللي عندي شكرا ليكو، ونتقابل ان شاء الله في الدرس الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة